اهلا بكم مجددا معكم نوريس عليم دون التعلم مع ناو وفي فيديو اليوم من تعلم مع اسكيو ال لمدة 5 دقائق كل يوم سنتحدث حول كيفية تعديل جدول معين اي بمعنى اضافة اعمدة لهذا الجدول او حذف اعمدة من هذا الجدول او تغيير نوع البيانات الخاصة بعمود معين في هذا الجدول فالعبارة التي سنستخدمها لهذا الغرض اسمها alter table alter table تعني تعديل الجدول او تغيير الجدول فهنا مثلا اذا اردنا اضافة عمود للجدول فبكل بساطة سنقول بكتابة alter table وثم نكتب اسم هذا التابل الذي نريد تغييره او نريد تغييره الاعمدة فيه او عمود معين فيه وثم نقوم بكتابة add واسم الكولوم الجديد او العمود الجديد والديتا تايب الخاصة به ديتا تايب يمكن ان تكون تاريخ يمكن ان تكون رقم يمكن ان تكون متغير الى اخر اذا اردنا حذف عمود من جدول فبكل بساطة فسنقول alter table واسم التابل او الجدول سنكتب drop column ونكتب اسم هذا الكولوم الذي نريد ان نقوم بحذفه بالنسبة لكيفية تغيير نوع البيانات الموجودة نوع البيانات الخاصة بالاعمدة الموجودة في هذا الجدول فهناك اكثر من صيغة لكتابة هذا الامر حسب نوع نظام البيانات التي نقوم باستخدامه فمثلا في اسكيو ال سيربر يقولوا مثلا التابل اسم التابل ثم التابل ثم التر كولوم يقولون هنا التر كولوم ثم الكولوم والديتا تايب الموجودة فيه اما بالنسبة لأوريكل او ماي سيكويل فتستخدم نفس الطريقة التر تابل تابل نيم وبدلا من التر هنا يستخدمون موتفاي كولوم وهذا اسم هذا الكولوم والديتا تايب الخاصة به فنحن سنركز على ماي سيكويل كونها ستكون على الاغلب المحطة القادمة في سلسلة هذه الفيديوهات هناك مثال على التابل فلدينا هذا التابل الذي يحتوي اسماء الاشخاص اسم الاخير اسم الاول العنوان السيتي ماذا لو اردنا اضافة عمود جديد خاص بتاريخ الميلاد فبكل بساطة سنقول التر تابل اسم هذا التابل الذي نريد تعديله وهو اسمه بيرسنز واد اسم الكولوم الجديد date of birth وهنا نوع البيانات الموجودة فيه وهو date طبعا هنا اذا اردت تغيير البيانات مثلا تريد انه ليس فقط التاريخ اي data type الخاص بهذا العمود عمود عيد الميلاد لا نريدها التاريخ فقط نريدها ان تحتوي السنة او اليير فبكل بساطة سنقول التر تابل بيرسنز التر كولوم نوع البيانات نوع البيانات هنا لدينا اذا اردنا حذفه بكل بساطة نقول التر تابل بيرسن تروب كولوم واسم هذا الكولوم فلدينا هنا اكسرساز لنقوم بتجربته يقول قم باضافة كولوم جديد لتابل بيرسنز ويكون نوع البيانات الجديد فيه هو date فبكل بساطة بداية سنقوم بكتابة alter table اي بمعنى تغيير ال table اسم table persons وثم نقول نريد اضافة كولوم جديد فسنكتب add واسم الكولوم الجديد سيكون بيرسنز جيد ونوع البيانات موجودة فيه ستكون date فربما انا قمت بي طبعا يقوم بتحديدك بعدد الاحرف submit the answer ويقول ان اجابتي صحيحة فاذا هذا كله لفيديو اليوم في الفيديو القادم سنتحدث عن الشروط الخاصة بالاعمدة ماذا اعني بذلك تابعوني في فيديو الغد الى ذلك الوقت تمتم بخير ومع السلامة اشتركوا في القناة